السلام عليكم كل سنة وانتم طيبين يلا نحضر عجنة الطعمية بكل سهولة كتير مننا بيحبها على الصحور في رمضان فيلا نشوف هنحضر العجنة بتاعتها ازاي اول حاجة عندي نصف كيلو من الفول المتشوش بنخسل الفول كويس وبننقعه في المية حوالي من ساعتين ونصف لتلات ساعات مش اكتر من كده هتلاقيه كده حجمه الضعف معاك وبقى بالشكل ده بعدين بنغير له المية وبنخسله بقى من المية اللي كان منقوع فيها وبعد كده بجيب عندي ربطة من الكرات اه او لو مش موجودة عندك ممكن تستبدليها بربطة من الكزبرة والشبت والبقدونس او البصل الاخضر فاي حاجة من الحاجات دي بس يوفضل يعني لو موجود الكرات هيبقى احسن وعندي بصلية صغيرة والتلات او اربع فصوص من التوم مش هكتر عن كده اطحن كده على الفول متشوش وكمان الكرات مش هحطوا كل الكمية عندي مرة واحدة انا هحطها بالتدريج عشان ما تقطرش الخضر قوي في العجينة بتاعتي فتغمق لما تتقلي في الزيت فحاول ما تقطرش فاحنا هنحط ويبقى لنا كده كويس معنا لقناها محتاجة شوية هنروح ضايفين شوية منه كمان فتبقى طلع لنا حلو انما لو كترتي الخضر فلما تيجي تقليها في الزيت هتغمق وتطلع لنا غامق معاك هجيب بقى الكب بتاعتي وهحطها كده على جزئين ولا تلاتة عشان تتضرب معايا كويس كل ما الكبه بتاعتك كده تبقى قوية كده وحلوة هتتفرم معاك ناعم وكويس قوي باخد بقى شوية كده من الفول مع شوية من الكرات والبصل والطوم وحطهم اضربهم مع بعض وبين كل ضربة والتانية كده يعني كل ما هتتضرب شوية هفتح الكبه وهنزل الجوانب بتاعتها عشان تتقلب كويس وتتضرب كلها لان زي ما هتشوفوا دلوقتي هفتحها معاكو وهتلاقوا الجوانب من فوق ما بتتفرمش يعني بتترفع لفوق كده فلازم تقلبيها كل شوية عشان تتفرم معاك لو حصل والكبه بتاعتك مش راضية تفرمها قوي او ما تنعمهاش قوي ممكن تديها معلقة مية واحدة بس صغيرة مش هنحط اي مية خالص دلوقتي وهقولكو هنحطها امتى وكمان هقولكو هنحط التوابل والبهارات امتى مش هنحطها دلوقتي خالص اهم حاجة عندنا الضرب في الكبه وانه ينعم كويس وتقلبيه عشان ما يبقاش فيه فول جوه لسه ما تقسرش وما تفرمش كويس كده بقى اه اتفرم معايا هو زي ما انتم شايفين يعني هو حلو بس خشن شوية فانا هشيله هتديله كده ضربه كمان وبعد كده هفضيه بقى في الطبق وهجيب الجزء الباقي اللي احنا لسه ما فرمناهوش وهنفرمه نفس الطريقة برضو اه بين كل ضربة والتانية كده هفتح الغطأ وهفضل انزل الجوانب بتاعته عشان نتفرم كويس وبعد كده بعد ما هفرم بقى الجزء التاني ده برضو كويس انا زودت شوية كرات تاني لاني طلع اللون معايا فاتح شوية فزودته عشان يطلع لونه حلو تمام هضرب بقى دوت برضو على مرتين تلاتة كده لحد ما هتفرم معايا كويس وبعد كده هروح مفضيه على الجزء اللي اتفرم الاول وحطناه في الطبق لو هتعمل ليه في الخلاط فالخلاط مش هينفع معايا خلص الطريقة دي لازم تضيفي مية وانا بصراحة ما بحبش اضيف مية في العجينة اللي انا هعينها في الفريزر يعني انا هفرزها لكن لو انت هتستخدميها على طول فتمام ماشي هجيب بقى بعد ما ضربته كده في الكبة وهقلبه على الجزء التاني وقلبهم كويس اوي مع بعض عشان هرجع تاني اعيد عليهم ضربتين كمان كده على جزئين برضو يعني هضربهم تاني على مرتين عشان تنعم معايا تبقى حلو انا مش محتاجة انها تبقى نعم معايا قوي يعني هي لو خشنا شوية كده بتبقى حلوة جدا ضفتها بقى في الكبة وهديها برضو فارمة تاني بعد الفارمة دي بقى خلاص هتبقى نعمة معايا زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي هيبقى كمانا حلوة قوي وهقولكو بقى دلوقتي مش نفشة معايا ويعني زي ما انتوا شايفينها كده عجينة بس لما هنضيف بقى في الاخر خالص هقولكو هنضيف المية انت هتعلم معاكي كده وهتبقى هشة خالص هحط بقى دلوقتي خلاص زي ما انت شفتوا نعمة معايا في الضربة التانية اللي انا ضربتها بيها وهجيب بقى بقى الكمية برضو وهضربهم تاني لحد ما ينعموا بعد كده في الاخر خالص هبدأ بقى اتبل العجينة بتاعتها هحط معلقة او معلقة ونص صغيرين من الملح وهحط كمان معلقة صغيرة من الكزبرة النشفة وعندي كمان نص معلقة صغيرة او ربع من الفلفل الاسود ونص معلقة صغيرة من الكمون وهقلب بقى انا حطيتها كده في طبق واسع عشان اقلبها كويس والتوابل تتوزع فيها كلها ما يبقاش فيها حتة فيها ملح وحتة ما فيهاش فلازم تقلبيها كويس جدا كده بس هنفرزها على كده يعني مش هضيف اي مية ولا اي حاجة انا هحطها في الفريزر فهجيب الكياس بتاعتي وهحط بقى الكمية اللي تناسبك وهفردها كده في الكيس عشان كل ما تفرديها كده في الكيس هتيجي تطلعيها مش هتاخد تطلعيها من الفريزر عشان تقليها مش هتاخد وقت خالص خمس دقائق والعشر دقائق هتلاقيها فكت معيك وتقدر تقليها فهتعينيها كده في الفريزر انما الجزء اللي احنا هنقليه آآ دلوقتي هنضيف عليه شوية مية وهنرجع نضربه تاني هوريكو دلوقتي ده الجزء اللي احنا فرزناه وده الخطوات اللي هتعملوها لما تيجوا تطلعوه من الفريزر يعني قبل ما تقلوها هتطلعوها تفك وبعد كده زي ما انتم شايفين كده هجيب كده معلقتين من المية وهبدأ اضرب بالمضرب او بايدك يعني هو بالمضرب او بايدك بس يكون الطبق دايق شوية فانا هجيبه الطبق يكون دايق شوية مش واسع زي ده عشان اعرف اضربها كويس كل بقى ما هتضربها كويس كده ضربتين كده هتلاقيها بقت هشة معاكي وحلوة جدا حطيت كده نقطتين من المية وده اللي انا بعمله دايما لما طلع العجينة من الفريزر بس ايه بقى هتفك خالص وبعد كده بقى اضربها شوية مية واضربها لحد ما تبقى هشة كاة زي ما انتم شايفين وبعد كده بقى اشكلها زي ما انت عايز زي ما انت عايزة ونحط عليها بقى شوية من السمسم والكزبرة باللي ايدك كده في المية وبعد كده اشكل العجينة وهتنزل معاكي في الزيت بكل سهولة وهقولك على طريقة كده بشكل بيها العجينة سهلة جدا بس بتطلعها كده زي الصوابع الكفتة بس حلوة قوي هوريها لكم دلوقتي حالا بعد ما شيل الطعمية ديت وهوريها لكم شكل الطعمية بقى بقى عامل ازاي ولونها حلو جدا لونها فاتح مغمقش في الزيت لان الخضرة فيها مش كتير وطلع هشة ومقرمشة وسماعكو زوط القرمشة كمان اهي زي ما انتم شايفين كده لونها حلو ازاي يمكن الاضاقة كمان بخليها غمقة شوية بس هي لونها دهب يفتح وحلوة جدا بصوا بقى الطريقة ديت انا باخد بقى كمية من الطعمية او من العجينة على ايدي وبجيب معلقة او شوكة وابدأ اصبع بيها بالشكل ده كده بتنزل بكل سهولة وبتعمل صوابع بسرعة وبتقلي كمية كبيرة وفقت قليل جدا فانا بحب الطريقة دي دايما بتبقى سهلة كده وكمان بتبقى مقرمشة وحلوة او اسمعوا صوت الارمشة بتاعت عجينة الطعمية معايا يارب كده تكونوا استفدتوا من الفيديو كل سنة وانتو طيبين ويا رمضان كريم عليكو يارب متنسوش لايك للفيديو لو الفيديو عجبكو لو لسه مشتركتوش في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان امسلكوا كل فيديو جديد مع السلام